بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض كورس في لغة البي اتش بي قبل ما ندخل في الكورس وقبل ما ندخل في العملي لازم نتكلم عن اللغة شوية لازم الناس تفهم هي بتتعلم ايه ولغة البي اتش بي هتفيدنا بايه بدأت ازاي وهم ممكن تعمل لنا ايه وكلام ده كله لغة البي اتش بي مبدئيا عملها واحد اسمه رازموس ليردوف سنة 1994 وبعد كده كملوا اللغة البي اتش بي تيم وفضلوا يطوروها وعدت على ناس كتير جدا ديفولوبرز لحد ما وصلت للإصدار اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ده اللغة البي اتش بي يا جماعة هي طول جميلة جدا ممكن تساعدك ان انت تعمل مواقع ديناميك وهنتكلم يعني ايه مواقع ديناميك في وسط الكورس ويعني ايه مواقع استاتيك وهنفهم الفرق بينه بس هنقول تعريف بسيط عن المواقع الديناميك زي مواقع الاخبار زي مواقع البلوج اللي هي المدونات زي الورد بريس والحاجات دي وزي ان انت ممكن تعمل ويب ابليكيشن باللغة دي البي اتش بي اللغة سهلة لدرجة ان هي ممكن تكون اول لغة برمجة انت تتعلمها مش لغة صعبة زي اللغات الجافا واللغات التانية نفس الموضوع البي اتش بي كود الخاص بلغة البي اتش بي كود سيمبل جدا بسيط لدرجة ان انت لو كارنتوا بلغات تانية زي الاس بي والجافا هتشوف الفرق بينهم هتشوف قد ايه كود البي اتش بي برضو بسيط جدا برضو يا جماعة لغات البي اتش بي اللغة فاموس جدا لغة مشهورة يعني مشهورة عالميا مش لغة فيه ناس متسمعش عنها فيه لغات قوية وفيه ناس متعرفهاش لغة البي اتش بي مشهورة جدا من النادر جدا انت تلاقي حد ما يعرفش لغة البي اتش بي اللغاتنا برضو النهاردة لغة من لغات server side scripting يعني ايه server side scripting يعني اللغة بتتم على السيرفر مش بتتم على جهازك زي اللغة لجافا سكريبت اللي اتكلمنا عنها في الكورس في القناة اللغة البي اتش بي بتتم على السيرفر السيرفر بيعمل بروسس للداتا ويرجعها لك تاني كصفحة ويب انت تشوفها وبردو يا جماعة في الكورس هنشوف الكلام ده كله ان شاء الله ومعنى server side برضو ان الكود بتاعك السورس كود اللي انت كتبه بيفضل على السيرفر unavailable للناس الناس متقدرش تشوفه بس هون موجود على السيرفر وبتعمل له execute بيشتغل على السيرفر انت بس بتشوف انت طبعا اول عميل اللي بيفتح الموقع بيشوف بس النتيجة الخاصة بالبروجرام يعني ايه النتيجة الخاصة بالبروجرام يعني الحاجة اللي بتتكتب على السيرفر الكود اللي انت كتبه العميل ما يشوفوش يزهر له بس الاوتبوت اللي انت هتطلعه اللي هو نتيجة البرنامج بتاعك هنشوف مع بعض حالا مثال بسيط جدا يوضح الكلام ده ده كود اللي احنا شايفينه قدامنا بيتبع بس كلمة introduction and what's php شايفين الكود اللي قدامنا ده لو رحنا ده كود ال php اللي بيتم على السيرفر لو رحنا صفحتنا دلوقتي علشان نشوف الكود ده هيطلع لنا الكلام ده introduction and what's php لكن ما طلع لناش الكود بتاعنا اللي هو بيتم على السيرفر اللي هو احنا شايفينه قدام عينينا ده طبعا ما طلعش ولو حاولت اعمل view source للصفحة بتاعتي view page source برضو هشوف بس الجملة اللي انا عملت لها output ده معنى الكلام اللي انا قلته ان الكود بيتم على السيرفر unavailable للناس الناس بس هتشوف ال output اللي هو قدامنا ده اللي هو احنا بنطلعه او النتيجة بصفة عامة الخاصة بكود ال php طيب ال php يا جماعة ممكن تعمل بيها حاجات قوية جدا ممكن تعمل بيها انظمة كتير زي انظمة اللوجين تسجيل الدخول زي ال form validation زي ان انت تعمل validate للform اللي اليوزر بيكتف فيها البيانات بتاعته ممكن تعمل انظمة ادارة محتوى زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي العالمية زي الجملة والدروبل والحاجات دي ممكن تعمل انظمة تدوين زي ال wordpress والبلوجر والكلام ده كله ممكن تعمله بال php ممكن تعمل انظمة ادارة المشاريع كل المواقع اللي احنا شايفينها دلوقتي المواقع العقارية والمواقع اللي بتاجر في المنتجات والحاجات دي كلها ممكن تعملها بال php مواقع ال e-commerce والكلام ده كله بسفة عامة يا جماعة لغة البيتش بي بتضيف لك الفنكشنالتي للموقع بتاعك اللي هو الهتش تيميل لوحده مايقدرش يعملها ومايقدرش يوصل لها بتضيف لك مهام قوية جدا في موقعك لغة الهتش تيميل لوحدها ما تقدرش تعمل لك الكلام ده كله زي ان انت تتعامل مع الديتابيس وتروح في قعدة البيانات تضيف بيانات وتعدل عليها وتعمل لها الريتريف تجيبها توريها للناس وتعدل في الديتا دي لغة الهتش تيميل لوحدها ما تقدرش يتوفر لك الكلام ده كله ومن ضمن الحاجات اللي بتخلينا حنشتغل بالبيتش بي البيتش بي بيشتغل على معظم السيرفرات معظم الويب سيرفر مش محتاج ابليكيشن زيادة ان انت تنزله او حاجة علشان اللغة بتاعتك تشتغل يعني معظم الاستضافات النهاردة ان لم يكن كلها لو انت خدت استضافة ورفعت موقعك البيتش بي هيشتغل دايريكت بدون انت ما تحط حاجة زيادة او تحتاج ان انت تنزل سوفتوير اضافي البيتش بي بيشتغل على معظم انظمة التشغيل الويندوز واللينوكس والماك بتوزيعاته ونفس الموضوع بيشتغل على جميع الويب سيرفرز زي الاي اي اس في خاص مايكروسوفت زي الاباتشي وطبعا كل الكلام دا كله هنتكلم عنه ان شاء الله في الكورس بالتفصيل الممل بس مجرد بندي انتروداكشن عن البيتش بي وقدي اللغة كوية ومشهورة وجميلة نفس الموضوع البيتش بي بتعامل مع قواعد البيانات كتير جدا زي الماي اس كيو ال زي الفاير بيرد زي الاوريكل وبرده هنشوف في الكورس الكلام دا كله لازم برضه قبل ما تتعلم البيتش بي ما تستهونش بيها وتعرف ان هي اللغة كوية جدا ومعظم المواقع العالمية تشتغل بيها زي اقوى نظام تدوين في العالم اللي هو الورد بريس مبني على البيتش بي موقع الفيسبوك قبل ما يعملوا اللغة اللي اسمها هاك بيشتغلوا بالبيتش بي موقع الياهو موقع الويكي بيديا من مواقع العملاقة جدا في العالم مبني على البيتش بي يعني البيتش بي مش لغة سهلة لغة كوية جدا جدا مش بسيطة في امكانياتها نرجع يا جماعة لسبب تسمية البيتش بي البيتش بي اول ما طلعت كان اختصار لكلمة بيرسونال هومبيج بعد كده الايام اللي احنا فيها دي سموا البيتش بي بي اتش بي هايبر تيكست بري بروسيسور عرفنا تاريخ البيتش بي عرفنا بعض امكانياته مش هقول كلها لان احنا في الكورس هنتكلم عن الكلام ده كله عايزين نعرف البيتش بي ممكن يعمل ايه البيتش بي ممكن يعمل كوليكت للداتا ممكن شخص يدخل على فورد يكتب الداتا بتاعته اسمه عنوانه وييجي البيتش بي يعمل كوليكت للداتا دي ويبعتها للداتا بيس علشان تتخزن عندك بعد كده يعمل جينيريت لصفحات ديناميك يطلع لك الصفحات دي اوتوماتيك مش بس كده البيتش بي ممكن يتعامل مع الفايل على السيرفر ممكن تعمل فايل ممكن تفتحه ممكن تحزفه ممكن تكتب فيه ممكن تقفله ممكن تتعامل مع الفايل تماما كأنك في جهازك من البيتش بي ممكن تتعامل مع الكوكز برضو كل الحاجات دي هناخدها ان شاء الله بالتفصيل الممل في الكورس ممكن تتعامل مع الكوكز تبعت كوكز وتستقبل كوكز الناس الفاهمين الكوكز وعارفين الحاجات اللي تقدمها دي هيفهموا البيتش بي يقدر يتعامل مع الكلام ده كله وبردو زي ما اتفقنا البيتش بي بتعامل مع الاتابيس تقدر تضيف ريكورد في الاتابيس وتقدر تحذفه وتقدر تعمله موديفاي وتعدل عليه وتعمل فيه كل اللي انت عايزه الريكورد ده بيكون بيانات شخص شخص كامل تخيل عندك موقع مدرسة فيها طلبة تقدر تعمل داتابيس تحط جميع الطلبة في المدرسة تعدل بياناتهم وتحذف منهم وتضيف عليهم وهكذا البي اتش بي ممكن يعمل انكريبت للداتا ممكن يشفر الداتا وممكن يفك تشفير الداتا وبعدين في اول الانتروداكشن قلنا ان البي اتش بي بيطلع لك الاوتبوت الخاص بيك كاتش تي ام ال لا هو مش بس لمتد للاتش تي ام ال ممكن البي اتش بي يتعامل مع السور ممكن تعمل بيه جرافك ممكن تعدل في الصورة ممكن تعمل ري سايز للصورة ممكن تتعامل مع الجرافك ممكن تحول الصورة لجري سكيل تخليها الصورة بدون الوان ممكن تتعامل مع البي دي اف فايلز ممكن تتعامل مع الفلاش مش بس ان انت تطلع تيكست لا ممكن تطلع كل الحاجات دي كلها كده اتكلمنا يا جماعة عن البي اتش بي لازم كنا نتكلم عن المقدمة دي ونفهم يعني ايه بي اتش بي ونفهم ان لحن داخلية عن لغة كوية مش بسيطة في امكانياتها ونحن ممكن نعمل بيها حاجات كتير ممكن شخص يجيله احباط يقول دي لغة بسيطة ماداش اعمل بيها حاجة يفتكر كلامي لما قلت ان انت اقوى نزام تدوين في العالم اقوى موقع اجتماعي في العالم مبني على البي اتش بي يعني متستهونش باللغة ممكن تعمل بيها شغل جامد جدا 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 اشوفكم ان شاء الله في الدروس العملية ونبدأ مع بعض نشوف احنا محتاجين ايه علشان ندخل في لغة البي اتش بي ونبدأ باسم الله واشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله وشكرا